في الفيديو ده عايزين نتكلم عن التشيك بوكس هعمل تشيك بوكس ازاي هعمل مثلا بالشكل ده وهكتب سي تي آآ سي تي كي اللي احنا عارفين دوت سي تي كي تشيك بوكس بالشكل ده طيب المصدر هخليه الفريم برضو والتشيك بوكس زي ما احنا عارفين هو بيبقى عبارة عن علامة صحة كده وجنبها تيكست يعني فهقولي التيكست مسلا ان هي عبارة عن آآآ مسلا بايسون مسلا ده التيكست الاول اللي هو بتاع التشيك بوكس الاول يعني وهعمل دوت باك وهقول ان هو اكس اكوال آآ او يعني اكوال عشرين طيب زي ما انت شايف لما اجي افتح هلاقي ان ده كده شكل اللي تشيك بوكس اضغط عليه بقى بالشكل ده وطبعا لون ازرق ليه عشان احنا عاملين ان هو بلو يعني طيب اه هو طبعا فيه نص فاكيد فيه خاصية ان انت تتحكم في في الفونت اه اكيد فيه الكالر اللي هو اللي هزرق ده ان انت ممكن تغيره والهوفر كالر ان انت لما بتقرب بالشكل ده فالحاجات دي كلها اكيد موجودة فيه تعالى نشوفها كده اما اعمل كما واشوف هلاقي ان انا معي ايه معايا البي جي كالر تعالى نشوف كده البي جي كالر لو انا خليته رد فهتلاقي اللي لا يحصل لو جيت شفت كده هتلاقي اني فعلا لون الخلفية بتاعته اه بقت لونها رد اكيد فيه الاف جي كالر تعالى كده الاف جي كالر اهو خليه مسلا جرين ماشي ولو فتحت هتلاقي اني فعلا اه لون الخلفية بتاعت لما انا اضغط كده هتلاقي بقت جرين شيل لما اجي اضغط كده هتلاقي لون الخلفية بتاعته فعلا بقت جرين طيب ده بالنسبة البي جي كالر والاف جي كالر نشيرهم وتعالى نشوف بقية الخصاص هتلاقي ان انا معايا هنا البوردر كالر برضو يعني انا ممكن اديله البوردر اديله كالر زي ما احنا عارفين اه فتعالى نقول رد مثلا وعشان يظهر لازم ان اديله البوردر زي ما قولنا قبل كده فخليها مسلا اتنين فلو فتحت هتلاقي زي ما انت شايف كده البوردر كالر هو البوردر ويتس قدرنا نتحكم فيه طيب ممكن نشيل دول ونشوف بقية الخصاص التانية هتلاقي ان انا معايا ايه تاني اه معايا بتاعه كام والويتس بتاعه كام فخليها مسلا تلاتين ونشوف ايلا هيحصل ويتشيك بوكس اه ايه ويتس هنخليها تلاتين طيب فلو فتحت هتلاقي فعلا هي كبرت بقية تلاتين واضغط هتلاقي اه هتلاقي بقية بالشكل ده طيب فده بيتحكم في الهايت والويتس بتاع البوكس نفسه اللي انا باعمل جواة شيك ماشي هتلاقي ان انت معايا حاجة اسمها شيك مارك اللي اعلمت الصحة لونها ايه طبعا هي لونها بيض لكن انا عايز مسلا يبقى لونها احمر فتعال بقى كده ونشوف واضغط هنا هتلاقي فعلا اعلمت الصحة بقت لونها ايه بقت لونها احمر طيب ممكن نغير لون ايه تاني هتلاقي زي ما انت شايف تحت كورنا الريدياس برضو اللي هو الريدياس بتاع بتاع التشيك بوكس ممكن تغير الفونت زي ما قولنا ممكن تغير بتاع التشيك بوكس نفسه والويتس برضو على معظم في ويتس لا ما فيش ويتس وانت ممكن تغير طيب وزي ما انت شايف هتلاقي عندك حاجة اسمها اللي هو اللون اه اللي انت لما الفرق بتقرب منه بتقرب منه يعني مثلا لو انا جيت فتحت كده الفرق ما تجي تقرب هيبقى بالشكل ده هيبقى بالشكل ده طيب اه برضو زي ما قولنا في خاصية تانية اللي هي زي خاصية مثلا هتلاقي موجودة تحت هنا ايه طيب فدي كل له خاصية موجودة عندك ممكن تعملها زي ما احنا قولنا اه انا ممكن اعمل اكتر من بالشكل ده يعني ممكن مسلا اخد كمان واحد منه بالشكل ده واخده تحت هنا واسميه تشيك بوكس اتنين وهيبقى محطوط تحته بس المرة دي مش هيبقى بايس انا اسميه مسلا سيبلاس ولو جيت فتحت فانا معايا ممكن اختار ده واختار ده عادي يعني ممكن اختار اكتر من اختيار عادي طيب زي ما احنا عارفين اني ممكن لما انا اضغط عليه كده عايز امر معين يحصل ماشي فبياخد برضو خاصية بحيس ان انا ممكن عايز معينة تحصل هسميها مسلا طيب الفانكشن دي دي انا هعرفها فوق فهكتب حاجة بالشكل ده كده وبعد كده هعمل لها بالشكل ده وهخليها ان هي تطبع بس رقم واحد وخلاص فلو جيت اشغل لا اهي اضغط هنا هيطبع لي واحد اضغط اشيل هيطبع ل واحد طيب لو انا اه عايزو يطبع لي هو مضغوط عليه ولا لا نعرف منين هو مضغوط عليه ولا لا اسمه ايه مش هو اسمه طيب يبقى ما يقول له سي اتش بوكس دوت جيت يعني ده هيقول لي هو مضغوط عليه ولا لا بحيس انه لو ضغطت هنا وضغط دلوقتي واحد لان فعلا مضغوط عليه هو اضغط عليه تاني بقى زيره لان انا شلت التحديد من عليه فانت تقدر تعرف التحديد من عليه عن طريق ايه عن طريق اه سي اتش بوكس دوت جيت بالشكل ده لو انت عايز امر معين يتنفذ لما تضغط عليه فبتمرره للكومند اللي موجود جواها بالشكل ده طيب انا اشير الكومند دي واشير الفانكشن دي مش عايزة انا عايز اللي يحصل ايه? انا عايز اللي يحصل ان لما اضغط على الزرار اللي هو البوتون اللي احنا كنا عاملينه فوق هيروح يشوف مين من التشيك بوكس دي ما اضغوط عليه واللي ما اضغوط عليه هيصهر الكلمة اللي مكتوبة فيه في اللابل فوق يعني هنعمل اف آآ سي اتش بوكس او كنا مسمينه وتحت كنا مسمينه سي اتش بوكس طيب دوت جيت لو السي اتش بوكس الاول هو اللي مضغوط عليه. هنخلي. هيبقى في ايه? هنسميه اللي هو الكلمة اللي مكتوبة هناك. طيب. طبعا لو هو اللي مضغوط عليه وفي نفس الوقت في نفس الوقت يعني انت. اني مش مضغوط عليه. مش مضغوط عليه يعني ايه? يعني احط قبله بالشكل ده كده. يعني مش مضغوط عليه طيب. اني لو لا. اني واحد مضغوط عليه والتاني مش مضغوط عليه اللي هو ايه? اللي هو انا معي. ده مش مضغوط عليه اللي هو الالتشيك بوكس الاول والتشيك بوكس التاني هو اللي مضغوط عليه. يعني هنا هتبقى بالشكل ده كده. طيب. فهعمل ايه? المفروض اللي هيحصل ان انا بدل ما بكتب بايسون لأ ساعتها هكتب اللي في التكست التاني اللي هو سي بلاس بلاس بالشكل ده. طيب او ايه? ايه برضو? خلينا نقول ايه? اني ولا واحد مضغوط عليه. يعني لا ده مضغوط عليه ولا ده مضغوط عليه. ساعتها يعني لا ده متحدد ولا ده متحدد يعني. ساعتها هنعمل انه اه نو زي ما انت شايف كده. طيب. بقى انه هو اللي اتنين مضغوطين عليهم في نفس الوقت. فهتضعله اللي اتنين جنب بعض. يعني هخلي اللي بول يعرض اللي اتنين جنب بعض. حيث انه هيبقى كده. بايسون. وجنبها سي بلاس بالش. طيب. فادلوقتي لو انا جيت فتحت. وضغط على او حددت بايسون بالشكل ده. وضغط على جوه. فهيعرض لك بايسون حددت سي بلاس بلاس الاتنين مع بعض وضغطت على جوه طبعا لك الاتنين جانبا بعد شلت بايسون وسبت سي بلاس بلاس وعملت هتلاقي سي بلاس بلاس شلت الاتنين وعملت هتلاقي بيقولك نو سيليكشن فده ازاي تقدر تجيب او تعرف الاتشيك بوكس مين فيهم اللي مضغوط عليه وعلى اساس مين فيهم اللي مضغوط عليه بتعمل قرار معين او بتاخد يعني اكشن معين